صباح الخير صباح الخير نايل لايف 5-4 نهاردة 2012 كل يوم نحضر صناعة التاريخ وكل يوم هناك أحداث أخر الشهر لدينا أحداث إيجابية أيام وليلة جدا وهيتم غبق بقى الترشح وكل يوم مفاجأة وكل يوم في جديد وكل يوم في حاجة إيجابية بتحصل لواحد من المرشحين وكل يوم في حاجات كتير سلبية كمان كتير من المرشحين وإيه اللي بيحصل؟ أبتكر هو ده هيكون موضوعنا النهاردة وهتكون فقراتنا النهاردة عن كل اللي بيحصل وعن كل اللي بيهمكم وأكيد اللي بيهمنا ده غير كمان طبعا بكرة يوم اليتيم والأكيد كلنا هنكون حابين إن إحنا نشارك فيه فادي فقراتنا حدونا بالتحديد بالنسبة ليوم اليتيم هو مفروض نوع الاحتفال العالمي بيه بيبقى يوم واحد إبريل بس إحنا في مصر ما نحتفل بيه الجمعة الأولى في شهر إبريل هيكون مشرفنا أستاذة صحر الشربيني منصق الاحتفال بيوم اليتيم هنتكلم معاها في تفاصيل الاحتفال بهذا اليوم الجمعة للجاية أنا بس عندي تعليق على يوم اليتيم ده إنه أنا مش من الأهم المفضلة بالنسبة لي خالص لأنه بحس إنه فيها مزايدة شوية على احتياج الآخرين بمعنى إنه هو مش نشاط حقيقي في تراكم اللي بنعمله للأطفال اللي فعلا محتاجين اهتمام ورعاية لا إحنا بنيجي الفانين نتسواره معاهم ونقول الله ده إنت ياتين جدي 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 ونسيبهم ونمشي أنا بحس إنها حاجة مسخة جدا وحاجة ما فيهش أي تراكم واللي عايز يعمل خير إحنا مش محتاجين إحنا نعرف هذا الخير ولا بتتطور وإنت بتعمله إنت محتاج إنك عايز تعمل حاجة بجد لليتيم إنه يبقى عندك أول جمعة من كل شهر اعمل فيه شيء اعمل تراكم يعني اعمل حاجة فيها تنمية توعية علشان في الآخر يبقى مصلحة البلد مباشر الطفل اللي قاعد مستهل يقول إن هم عملوا إن هم يجمعوا تبرعات يحاولوا يساعدوا على قد ما يقدروا ما يبقاش الموضوع لمبغرد نشوق الإعلام حقيقي إنه هو يوم يمكن ناس كتير بتشارك فيه ولكن طبعا الأهم إن إحنا ما نقصرش دورنا أو ما يقصرش دورنا بس على اليوم ده ولكن فعلا زي ما كانت عايدة بتقول الخير ملهوش آخر وملهوش يوم ولازم كلنا على قد ما نقدر نعمل ده وأبتكر إن بلدنا وولدنا محتاجين ده دلوقتي ومثل حاجة إليه فقراتنا النهاردة زي ما كنا بنقول هيكون موضوع عن يوم اليتيم وهتكون دفتنا فيه الأستاذة سحر الشربيني وهي منصق الاحتفال بيوم اليتيم هيكون كمان عندنا سنوية أو مرور أول عام على احتفالية الفن ميدان أنا بيعجبني إنه كمان القائمين على الفن ميدان إذا كان اتلاف الثقافة المستقلة أو كمان القائمين اللي بيدعموا المهرجان اللي بيتعمل أول سبت من كل شهر هما دائما بيسموه تظاهرة فنية فإحنا هنحتفل معهم النهاردة بمرور سنة على هذه التظاهرة الفنية ونعرف تفاصيل أكتر من ضيوفنا اللي هيكون معنا مدير مؤسسة المورد الثقافي الأستاذ باسمال حسيني وهي أحد عضاء تلاف الثقافة المستقلة وأحد المنظمين لمهرجان الفن ميداني اللي بيتعمل في عبدين وأستاذ محمد حبيب هو أحد منظم احتفالية الفن ميداني وهيكون معنا كمان فقرة عن الأحداث الجارية ويمكن الأحداث السياسية الحالية زي ما كانت عيدة بتقول ورانيا أنه فاضل ثلاثة أيام على غلق باب الترشح لرئاسة الجمهورية في مفاجأات كتير وفي البعض يقول أنه في مفاجأة سوف تحدث مرشح يتبع الجيش أو المجلس العسكري سوف يظهر في آخر لحظة هنتكلم بقى بالتفصيل عن الموضوع مع دكتور محمد محسوب عضو الهيئة العالية لحزب الوسط وعميد كلية حقوق المنوفية وكمان عضو لجنة استرداد الأموال عشان نعرف إيه آخر أخبار القضايا واسترداد أموالنا من برد هنروح لفاصل ونرجع على طول نبتدي أول فقرة معاكم النهاردة في نهارك سعيد وهي فقرة الصحافة واستعراض الأهم عنوين الصحف خليكم معنا اشتركوا في القناة